امازون السعودي بصل طيب وش اسوي لك هذي فرصة ذا بي خلاص لا تروح امريكا تعال هنا يا مدير سو بيعك كله هنا بالسعودية فيه اشياء مختلفة عن امازون الامريكي فيه اشياء مختلفة لازم تعرفها ضرورية جدا فهذا الفيديو انا بشرح لك التسجيل كامل عشان تصير بائع بعد ما تعرف التسجيل كامل تمشي معي طبعا انت تشوف الشاشة مصغرة حين بوريك كل شي live مباشر هنا تسجيل كامل بعد ما تسوي تسجيل كامل وش تبي تبيع سؤال ثاني طي اوكي فيه برامج معروفة كيد عرفها انت الحين جت ببالك فيه برامج بقول لك وش شي افضلها وكذا بقارن لك اثنين هم اثنين اللي بقارنهم يطلع لك المنتجات الناجحة اللي من السوق الامريكي الامازون الامريكي والامازون البريطاني وكذا ان تاخذ المنتج الناجح هذا تدور له سبلاير كذا حبيب وحليه وكذا سعره كويس على علي بابا تطلب لك أبو مية ميتين حبة وابدأ بيع نجاح اللي بعده نجاح اللي بعده عاد الحين شوي ما فيه زحمة بالسوق يعني سوق دات كوم هو نفس السبلاير اللي بسوق دات كوم اللي حين موجودين بالسوق هذا لكن الحين مجالك أكبر شوي لأنه مربوط بامازون كامل وقاعد يطورونه هم ما غيروه لأنهم يطورونه يبقوا يحطون يعني فولفيلد باي امازون ناحة المخازن وكذا لكن حتى الآن ما بدوا بالمخازن لأي حد أنه يدخل فولفيلد باي امازون يعني أنه امازون يوصلون الحين حين أشرح لك كل شيء مرحبا قبل الله نبدأ الفيديو في موقع جميل جدا من شباب سعوديين محترفين دروب شبينج شاركتهم بناء الموقع هذا لصناعة فيديوات دروب شبينج احترافية من ناس محترفين يسووا لك الفيديو كامل من البداية لين نهاية يجبونه من مقاطع يوتيوب يجبونه من عليكسبريس من علي بابا من فييمو من دعايات سباي يقسمونها ويقطعونها ويسرعونها ويسووا لك كل الخطوات بحيث أنه يسوون دعاية جذابة ومرتبة بجمل احترافية من جحاتهم الشخصية النموذج الطلب نموذج جدا سهل تعبيه وخلص يبدون وفيه طبعا نموذج التعديل ويعدلون لك مجانا خلال 24 ساعة الطريقة مرة سهلة تطلب الإعلان اللي أنت به يجيك نموذج جعل إيميلك تدخل الرابط وتعبي المعلومات معلومات النموذج أول نك تجي هنا وتعبي النموذج من الأيقونات يبدون التحرير ويسلمون لك بعد يوم الثلاثة أيام ماكس يعني بالأغلب يسلمون بيوم أستلم إعلاناتي من عندهم بيوم هذه الباقة الجديدة لاختبار المقسم يسول لك أربع إعلانات لنفس المنتج يغيرون أول خمس ثواني كذا أنت استهداف بكم مركز تدري وش اللي يشد الانتباه وعلى طول ترفع قيمته وهو الناجح شهادات والتوصيات مرة كثير ما شاء الله عليهم في كود خصم خاص فيني ياسر 15 إذا استخدمته لك خصم 15% يلا خلنا دعم الشباب السعوديين خلوا نشوف إن شاء الله إن شاء الله هم زين ويتبلورهم مع الوقت الله يوفقهم ووفقنا جمعين موفقين والله يرزقكم نرجع للفيديو سابق البيع أوك أوكي قلب انجليزي Kingdom of Saudi Arabia طح هذه أول صفحة للتسجيل تحتاج business تحتاج تليفون البيزنس في خيارين individual شخصي يعني ما عندك بزنس خاص قائم أو بزنس طبعا هنقول individual business information pick up address payment information product information set up your store بنمشي على الخطوات هذه كلها address حق البيزنس الاسم اللي بياضح للناس ورقم التليفون أوكي هذا البيزنس information خلصنا طيب هنا البيك up address هنا موضوع مهم الحين اللي قدمونه هم amazon easy ship ما يقدمون amazon fba اتوقع والله العالم انه amazon fba قاعدين عدلون فيها الحين لانه جاتني كم رسالة يبون يوظفون logistic logistic officers هم يجون سأل ال easy ship هم يجون لين بيتك وياخدون المنتج ويوصلون للزبون طبعا تتحمل التكاليف كلها يحسبون لك التكاليف وقت ما تحط المنتجات بالمتشر هنا تحط الpayment عشان تدفع لليزي ship تقدر تسوي له skip الحين طيب refresh اوكي product information طيب يقول لك هوش الproduct وش نوعه وش ما نوعه تقدر تسوي له skip for now يعني رقم التشغيل رقم الشحنة الامور هذي لو انت بيع اشياء حساسة بحيث انه لازم يسول لسحب يسول لك كذا فبالاغلب انت بتصير no اذا كنت تبيع منتجات صينية هو اصلا بيطلب منك الامور هذي بعد ما تسجل المنتج طيب store هنا تختار احد اللي تبيه مثلا نقول home and garden مثلا تقدر تختار اكثر من واحد بعدين هنا يقول لك identity verification before we activate your seller account please help us verify your identity انت تكون مسؤول عنها فاذا فتحت شركة تكون انت مؤمن على نفسك بحيث انه لو سار فيه قضايا كبيرة الشركة تتحمل القضايا هذه اسم الشركة واذا سار فيه قضايا انت خسرت فيها خلاص الشركة تعلن افلاسها وانت ما يجيك شيء الشركة اللي يصير محمل عليها العب مبأن شخصية فما تنسجن ما يصير عليك امور هذه فتحتاج شركة لكن الان خنقول individual طيب الحين يسأل ال 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 ما ال ال والامور هذه معلوماتك انت فهنا فيه ال national or resident id اللي هو رقم الاحوال او رقم الاقامة وال expiration تاريخ الانتهاء وال country of issue سعودي اربيا first name middle last name بعدين date of birth يوم الولادة والعنوان اللي انت اخترته هل هو نفس العنوان ولا تبي تغير تحط عنوان جديد طيب اوكي جتك الحين هذه الصفحة حق التسجيل المعلومات سجلت من المعلومات الidentity وكل شيء واثبت الهوية واثبت كل شيء باقي هنا تنزل الهوية تنزل معلومات الهوية البانك اكاونت statement فهذه يا انك تجيبها من البنك نفسهم يا انك تطلبها يجيك تجيك بالبريد statement ورقية مكتوبة وتصورها وترسلها لهم بحيث يكون فيها عليها اسمك وعليها عنوانك صور الصور هذه كاملة وجه وقفة صورها يقول لك صورها بالجوال لا تصورها screenshot تسوي screenshot للشاشة ولا شيء صورها من الجوال صورة المعلومات الوراق لازم ما يكون مر عليها 180 يوم الملفات اقل من 10 ميجا تستخدم bng gpg pdf خلاص بعد ما تسوي له submit هم بيراجعونه خلال اسبوع الاسبوعين رح يردون عليك ويعطونك البزنس تحلك شركة الآن يعني تروح تفتح لك مؤسسة سجل تجاري وتضبط الأمور هذه كلها وتفتح لك حساب البنك انك ريتيلر عادي online digital retailer ما تاخذ منك 24 ساعة تخلص كل الأمور هذه يوم واحد طلع سجل تجاري تروح لغرفة تجارية تصدقها تروح عند مستشفى المملكة مركز ميسر ميسر أو تيسير أو شيء زي كذا في عندهم البنوك على طول تعطيهم أوراق وكيفتحون لهم مباشرة في عندهم كل السيستم كامل تروح عندهم تمشي على كل الخطوات لين تطلع من عندهم معك مؤسسة إن شاء الله وحساب البنك وكل شيء تاخذ منهم الأوراق وتجي تقدم مرة واحدة بأمازون بس هذا الفكرة كلها بتقديم بأمازون بعد ما تسوي تسجيل كامل وش تبي تبيع؟ سؤال ثاني طيب أوكي بحث المنتجات جداً الآن بالوقت الحالي مرة سهل يعني سهلوا صراحة بشكل مرة كبير لأنه سووا برامج في برامج صح إنها تدفع لها لكن تختصر لك المسألة كاملة يعني مثل هذا جنجل سكاوت أكيد سمعت فيه أو AMZ سكاوت كلهم يعني ممتازين الصراحة لكن أنا فضل AMZ سكاوت على جنجل سكاوت طبعاً إذا تبعوني أتكلم عن جنجل سكاوت كامل مو مشكلة باتكلم فيه إن شاء الله بوقت فيديو ثاني بإذن الله بس اليوم نختصر الموضوع كيف تختار المنتجات من أمازون سكاوت تقدر طبعاً تسجل بأمازون سكاوت من free extension بس تدخل تضغط كذا وينزل لك extension طيب الامازون سكاوت طبعاً تقول لي أن طيب لازم أدفع عشان ألقاء منتجات لا ماي ماحتاج تدفع شف عادي أنا بحثت بGoogle Trend ممتاز ممتاز ولقيت Solar Fountain نافورة بالطاقة الشمسية فشفت أنا مرتفع مرة طيب الحين أنت لقيت مثلاً منتج ولقيته هنا مرتفع وجداً يعني ممتاز بحثت بأمازون وطحت على منتج زي كذا ولقيته بـ Trend ما عندك معلومات كافية عن كيف الأسعار كيف التصنيع كيف العرض كم الفيز حق أمازون العمولات في معلومات كثيرة ضائعة يعني ما تدري هل هذا النيشة كويس ولا مو كويس تبقى أنك تبقى أحد كذا يقول لك إلا ترى وكويس من الخبرات هذه من المعلومات هذه من ال يعني كل شيء مركز يدرس لك المنتج كامل إذا لقيته طبعاً حتى لو ما لقيته يعني هذا إذا أنت بـ Free مرة وتبحث بنفسك وكل شيء كذا الطريقة Google Trend وتمشي فيعني من أمازون تبحث بأمازون شفت شيء ناسب تروح Google Trend وكذا لكن من أمازون يعني من AMZ Scout الحين إذا حطينا نزلت الأكستنشن يطلع لك الأكستنشن هنا فوق تروح لصفحة أمازون وتروح للصفحة هذه Solar Fountain طبعاً دات كوم حنا نبي الأمازون الأمريكي عشان هم وردي يمشوا بالحكاية هذي كله وحنا بناخذ الفكرة هذا والمنتج هذا ونحطه بأمازون السعودي كويس طيب تجي هنا أول ما تدخل على طول بيجيك Amazon Scout إذا زلت الأكستنشن بيجيك هنا المعيات النيش من واحد العشرة هل هو كويس هو مو كويس فهو يدرس الصفحة ذي كاملة يدرس كل الصفحات ويقول لك فنضغط عليه مثلاً تشوف هنا يعطيك كلام كبير كلام كثير الصراحة أنت بعادي هي سهلة جداً 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 أنت لا تشوف كل الكلام هذا هذا كله مركز أنتشوف بس هنا فوق في عندك خمسين منتج بعدين البيع بالشهر خمسمية وسبعة وستين تقريباً الفلوس الدخل الشهري أربعة عشر آلات دولار السعر المنتج أربعة وعشرين تقريباً الريفيوز أربعمية وثنين بعدين يقول لك هنا يعني هل في ناس كثير يبحثون على بائعين يبحثون عن المنتج هذا أي في 256 جديد ناس يعني الآن قاعدين يبحثون عن المنظور النيش سكور سبعة طيب خلنا الضغط على النيش سكور نشوف يجيك هنا يقول لك الوفرول سبعة البروفيت الربح عالي مرة عالي الديماند نيو يعتبر نيو وهي يشترون الناس بعدين هنا الكمبوتشن هنا أهم شي الكمبوتشن ميديم فأنت هنا المعلومات هذه تقدر تأخذها تنسخها إذا عشان تفهمها زين تنسخها وتروح لجوجل ترانزليت فهذا هنا حطيتها بعدين نقول لك هنا غير متشبع مع قليل من الباعين اللي AMZ اللي يستخدمون AMZ قليل على المنتجات هذه العلامة تجارية منخفضة ما في أحد مسوي براند كامل ما رح تنافس علامات تجارية كبيرة ال description والأمور هذه والشرح المنتج منخفض الجودة ما في جودة بسهولة إنشاء قائمة أفضل متوسط تقييم المنخفض يعني ما في تقييمات كبيرة كثيرة تقدر بكل سهولة تسوي منتج جودة أفضل ما في احتكار ما تتنافس مع كثير من الباعين الأقوية تحتاج مراجعات كثيرة تحتاج إلى المراجعات لحصول عن الباعات يعني يبيلك ريفيوز طبعا هننا عارفين هذه الفكرة أنه تحتاج ريفيوز لكن أنت كل ما بديت تبدري كل ما زادت فرصة تكلم أنك يجيك ناس و ريفيوز طيب عرفنا هذا المنتج نرجع نقول نيش هستوري نشوف هذا يعطيك الهستوري بالبرايس بالبرايس أول شي البرايس تشوف بدأ كذا بعدين بدأ يرتفع بعدين بدأ ينزل هذا البرايس بعدين مثلا السيلز كان يبيع قوة وهذا هو يعني المنتجات هذه دائم تنجح بالصيف فحنا الحين هذا وقته كان ناجح هنا بالصيف وبيرتفع يعني شوف هنا ارتفاعه هنا ارتفاعه الحين عاد تبي تتركز على المنتجات وتشوف كل بائع وش قاعد يسوي فأنت تقدر تشوف كل بائع سعره والبرايس يعني كم ينزل سعره يسوي تخفيضات ولا شي الامازون كم ياخدون الفيز للFBA فلفلد باي امازون طبعا هذه لسه مموجودة عندنا بالسعودية فلفلد باي امازون بس برضو التكاليف عالي عشان عايز يشب السيلز 4000 3000 تقدر انت مثلا تحط على السيلز زي كذا عشان تشوف البائعين كلهم فهذا محتكر السوق يعني شوي هذول الثنين بس انه مفتوح المجال تقدر تبيع يعني ما فيه اقوى اثنين لا الربنيو 72000 يدخل هذا الربنيو كامل من بدأ بدأ 2017 هذا بدأ 2020 دخل 94000 فهذا جاء واكتسح السوق شوي ففيه معلومات انت قدر تتعلم وتشوف وش السالفة وتراجعهم تاخذ معلومات يعني وفري كلهم مجاني الاكستنشن هذا مجاني فيه هنا طبعا انا ما اخذ البرو شاري الاكستنشن لكن انت اذا ما شريته ممكن يقول لك يعني هنا عشان تضغط مثلا ترند كذا نشوف كول ترند نفس اللي شفتها قبل شوي هذه ففي اشياء ثانية مثلا النيش ايديا مثلا لما اضغط على النيش ايديا يعطيني نيش جديد مثلا هذا النيش هذا النيش نشوف ناجح وكل شي فيعطيني دراسة عنه ويعطيني النسبة حقته ويعطيني كل شي فهذا جدا 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 رهيب مرة مرة الاكستنشن هذا يعني يسهل عليك اشياء مرة كثير فيه حطيت لكم الرابط تحت اذا تبي تستخدموه هذا الامازون سكاوت كذا انت تبدعت تختار المنتج طيب اخترته تروح العليبابا بس العليبابا بالعربي تكتب نفورة المياه بالطاقة الشمسية مثلا ويطلع لك طبعا كل الاسعار كل الامور يطلع لك كل شي تحدد تطلب سامبولز تشوف تدرس الموضوع وتبدأ هذا هذا امازون بشكل بسيط وبشكل عام وكيف الناس تنجح فيه مرة حلو المجال وسهل جدا انك تدخل فيه فأتمنى انه تحاولون وتبدون تدخلون فيه يعطيكم العافية ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات الجاية معكم يا سعد بيخي ونشوفكم على خير